بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير نلتقيكم على بركة الله طيلة شهر رمضان المبارك في هذا البرنامج الحياة فقه مستهدفين من الحياة فقهها ومن الفقه الحياة الفضلى والحياة الأمثل إن شاء الله ما الذي نريده بداية شهر رمضان كثيرة هي الأسئلة لكن سؤال مهم وكبير هو أننا نريد أن نعرف طريقنا إلى الله ما هو طريقي إلى الله ها هو شهر رمضان قد بدأ وها هو الشهر قد تجدد فنحمد الله تعالى أن أدركناه وأن بلغنا إياه اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال رشد وخير ندعو الله الرحمن الرحيم أن يتقبل منا طيلة شهرنا صيامنا وصلاتنا وأن يعيننا على الطاعة وأن يعيننا على الرشد وأن يهيئ لنا جميعا أسباب الخير وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أقواتنا إنه المولى إنه المجيب يا إخوة ويا أخوات في بداية هذا الشهر كيف ننظر إلى رمضان هل ننظر إليه على أنه نوع من الحرمان من المتعي من اللذات بل إن القضية هي أرقى وأعظم من ذلك إن الله عز وجل قد تعبدنا بهذا الصيام وإن الله عز وجل قد جعل في الصيام أجرا عظيما ولولا أنه ألزمنا بالصيام لما أقدم كثير منا على ذلك لذلك هذا الشهر شهر فرحة هذا الشهر شهر إقبال على الله عز وجل لأننا نعلم النتائج المترتبة على فعل الطاعات في هذا الشهر هذا الشهر فرصة لتكفير الخطيئات فرصة لمحو السيئات لتجديد العزمات والنيات خلينا نصو بالمسار وهذا أيضا الشهر هو فرصة لنيل رحمات الله عز وجل ونيل البركات والغفران من الذنوب أيضا هذا الشهر سبحان الله نكسر فيه رتابة 11 شهر سابق الحياة اعتدناها على طريقة ما لكننا عندما نكسر الرتابة نجدد حياتنا وننشطها وننطلق دائما انطلاقة جديدة الله عز وجل ماذا يقول لنا الله عز وجل يقولنا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أن تميلوا ميلا عظيمة إذن مراد الله من الخلق واضح الله عز وجل يريد أن يتوب علينا وهذا أمر واضح وجلي في شريعتنا الذي يقرأ الشريعة وأحكامها والعبادات والمعاملات يتضح له أن الله عز وجل يريد أن يتوب علينا طيب هل هناك في فرق؟ يا إخواننا لا ندري حقيقة أنه على أرض الواقع هل هناك يوجد إنسان يؤمن بالله وهذا العقل عنده وهذا الفكر موجود عنده لكنه يفكر أنه لا يريد طريقا إلى الله وأنه لا يرغب بهذا الطريق والله يصعب أن نصدق وجود شيء كهذا نعم نحن نؤمن بالواقعية نقرب وجود الميل لأن ربنا يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة نقرب وجود هذا الميل عند كثير من الناس حتى الملتزم وغير الملتزم هذا الميل هو الذي يبعدنا عن طريقنا إلى الله طب هذه الميول في الحياة كثيرة ومختلفة قد يترك الإنسان فعل الخير قد يترك طريق الله لعارض عارض من شغل من كسل لهوى للذة في النفس أو حتى لضلالة أو لتشوه في الفكر الواحد منا يلوم نفسه على ضعفها وعلى عدم سلوكها طريق الله عز وجل هذا هو الأصل لكن إحنا هذا الميل ليش من ميل؟ ربما اعتداداً بصحبة أو مال أو شباب أو جاه أو إنه إحنا منسوف ومنأجل ومنظل إنه الوقت لم يحن بعد للتوبة إلى الله عز وجل والدخول في طريق الله لذلك تتفاوت رتب معالجة هذه الميول التي نتحدث عنها بناء على كل هذه الأسباب التي ذكرناها لذلك بعض هذه الأسباب أسهل من بعض وقد يكون الأمر في الرجوع إلى الطريق إلى الله ومعرفة الهدى هو أهون كثيراً مما نظل يا إخواننا ويا أخواتنا نحمد الله عز وجل أن هدانا لطريقه هداية إرشاد وبيان يعني الله عز وجل بيّن لنا الطريق بشكل واضح جداً والإرشاد موجود فهذا أول النعمة والنعمة الثانية نحمده أن أراد الله عز وجل لنا الهداية يعني مش بس الله عز وجل ووضحنا طريق الهداية والله عز وجل أراد لنا الهداية كذلك هذه نعمة أخرى من نعم الله عز وجل علينا في هذه الدنيا النعمة الثالثة أن الله شرع لنا التوبة وهذا باب كبير من الفضل اتخيلوا لو باب التوبة أنه مش مفتوح للإنسان كيف ستكون الحياة بالنسبة للعاصي وبالنسبة للمجتمع إذن هذه نعم لا تحصى ثم الأمر الأخير في نعم الله عز وجل أن الله عز وجل يقبل توبتنا يقبل رجوعنا إليه يقبل أوبتنا إليه إذن لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال كيف أعود إلى الله خلينا نستحضر ضعفنا ونستحضر عجزنا في حضرة الله عز وجل لكن في المقابل نستحضر هذه القوة التي نزعم الموجودة في نفوسنا لأن الإنسان سبحان الله بطبعه خلق في شغلتين الأمر الأول فيه إقدام على بعض الأمور والأمر الثاني فيه إحجام عن بعض الأمور الأصل في الطريق الصحيح أن يكون لدينا إقدام على الطاعة وإحجام عن المعصية وهذا يحتاج منا إلى صبر وهذا يحتاج منا إلى تأني ونظر ولذلك إحنا لما ندخل في شهر رمضان ندخل في شهر يسمى أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سماه شهر الصبر والصبر معروف إنه هو في نوع من الترك هذا الترك إنه إحنا منترك كثير من الأشياء هذا الذي يسمينا أننا من الصابرين طيب في رمضان ماذا نترك؟ هل نترك المعاصي؟ نعم نترك المعاصي هذا هو الأصل ولكن هل نترك غير المعاصي؟ نعم أيضا نترك غير المعاصي لكن الفكرة الأساسية في رمضان أن الله عز وجل شرع لنا ترك المباحات لأن ترك المعاصي الأصل فيها موجودة ومشروعة في رمضان وفي غير رمضان إذن ما الفرق بين رمضان وغيره؟ في عنا فرقين أساسيات الفرق الأول أن الله عز وجل تعبدنا بترك المباح وهذا كما نقول ليس للحرمان وإنما لمعنى أكبر يريد الله عز وجل لنا الخير يريد الله عز وجل لنا أن يعلمنا وأن يدربنا على هذه الحياة حتى رغماً عنا حيث ألزمنا بالصيام إذن هذا الموضوع الذي نتحدث عنه الأمر الثاني الفرق الآخر إنه في رمضان البيئة العامة والجو العام من تجليات ورحمات الله عز وجل وفي هذه النفحات الموجودة هذه التي تعيننا الأصل على ترك المباح الأصل كذلك أنها تعيدنا على ماذا؟ تعيدنا على ترك هذه المعاصي نعم رمضان يعلمنا الصبر وإذا استعرضنا كثير من المسائل ونحن نسأل السؤال ما هو الطريق إلى الله وكيف يكون الطريق إلى الله ومتى نبدأ طريقنا إلى الله رمضان يعلمنا عدة معاني طيب لما نتحدث مثلاً لما نقول الصبر في معنى الترك معنى العف ما هو؟ العف هو صبر على الحرام على ترك الحرام والشهوات طيب عندما نقول ما معنى الصدق؟ الصدق هو ترك الكذب الشجاعة ما هي؟ هذه ملخصات الشجاعة ترك الخوف الكرم ما هو؟ ترك البخل الحلم ما هو؟ ترك الغضب الأمانة ما هي؟ ترك الخيانة حط ما شئت من أوصاف تجد أنها في كثير منها هي عبارة عن ترك الضد والضد كما يقال بالضد يعرفه إذن إحنا بحاجة إلى أن نكون في وقفة مع هذه النفس نسألها هذا السؤال هل تحدثني نفسي بحاجتها إلى الرجوع إلى الله عز وجل؟ إذا نفسي سألتني هذا السؤال نكون هنا البداية الصحيحة تكون هنا قد بدأنا الطريق لكن إذا أنا موجود في هذه الشهوات وفي هذه اللذائذ دون فقط أن تفكر النفس أن تسأل نفسها هذا السؤال أنه والله أنا بحاجة أن أغير الطريق أو أن أراجع المسار من نكون هنا أنه النفس غير مهتمة تكون هنا مشكلة طيب هل أنا أقيم نفسي وين أنا ماشي أين هو مسيري ما هو منهج حياتي ما هي الخاتمة المتوقع لي هل أريد أن ألقى الله عز وجل وأنا على هذا الفعل أو على ذاك الفعل أنا على هذه المعصية أو على تلك المعصية كيف يمكن أن أقيم نفسي هل أنا على الطريق الصحيح أم أنا لست على الطريق الصحيح ما هي رغبتي الحقيقية هل أنا في الحقيقة أريد فعلا أن أعود إلى الله عز وجل هل أنا مستدرج في الباطل استدراج وراء استدراج هل أنا أريد المعاصي طيب إذا أردت الهداية عن أي هداية أبحث وإلى من أستمع ومن أتبع في هذا الشأن هل أنا مبتعد كليا وبالتالي الطريق بجلس يكون عندي الرجوع شاق ولكنه بلحظة يمكن أن يكون وإلا أنا مبتعد جزئيا وعندي نوع من التخليط فماذا أفعل يا إخواننا ويا أخواتنا الإنسان لا بد أن يسأل نفسه هل أنا سعيد ومن شرح الصدري وهل هذه السعادة حقيقية وإلا سعادة زائفة طيب من أين أبدأ خلينا نقسم حالنا قسمين في ناس هم موجودين على الطريق الصحيح على طريق الله هؤلاء يبحثون عن ماذا يبحثون عن أمرين إما الثبات على هذا الطريق ولا قدر الله لا يريدون أن يغويهم الشيطان فيرجعوا القهقرة إلى الخلف والنوع الآخر اللي هو لا يريد فقط الثبات هو ماشي على الطريق الصحيح لكنه يريد أن يتقدم وأن يستزيد من الخير هذا النوع الأول النوع الثاني اللي هو لسه مش ماشي على الطريق يسأل سؤالا من أين أبدأ نجيبه إن شاء الله بعد الفاصل من أين نبدأ فتفضلوا بالبقائم أهلا بكم من جديد ما هو الطريق إلى الله عز وجل كيف نبدأ به كيف نعرفه من أين نبدأ هذا السؤال اللي بيسأل الإنسان ربما لهو مبتعد كليا عن هذا الطريق كما قلنا قبل الفاصل إذا سألنا هذا الإنسان من أين أبدأ نحن نقول إنه ما الذي يزعجك في أن لا تكون في طريقك إلى الله هذا بداية هل هناك شيء يزعجك إذا عرفت هذا السؤال وعرفت جواب هذا السؤال سنبدأ في الحوار شيئا فشيئا حتى نستطيع أن نصل إلى الجواب ثم نقول الأسباب إلى الطريق إلى الله عز وجل المتوافرة في عنا قدرة وفي عنا وسع وفي عنا وضوح وفي عنا هداي من رب العالمين وكل هذه الأمور متوفرة وهذه النفس التي أنت تظنها أنها غير قادرة ومش متهيئة أنت تعيش في وهم كبير طب لماذا أنت لديك قوة على وسائل الدنيا كلها وهذا الإنسان في لحظة بيكون جبار وفي لحظة بيكون قوي وفي لحظة بيكون يفعل ما يريد لكنك إذا قلت له يا أخي هذا الطريق إلى الله يحتاج بعض التكليفات يحتاج بعض الأشياء دائما مباشرة يقول أنا عاجز أنا لا أستطيع أنا لا أقدر يحمل نفسه كل هذه المسائل طيب إذا كان هناك في رغبة في تصحيح المسار يجب أولا أن تعلن هذه الرغبة لنفسك ثم بعد ذلك تسأل السؤال من أين نبدأ وأنا أجيبك من أين نبدأ راجع أخي الكريم وأختي الكريمة من أراد هذا المسار خلي راجع بالأول قائمة الأركان هذا الدين يقوم على أركان رئيسية إذا راجعنا قائمة هذه الأركان نستطيع أن نعرف أنه هل أنا ملتزم بها أم غير ملتزم بها طب إذا غير ملتزم بها معناته أنا لست على الطريق الصحيح إذن خلينا نبدأ بماذا أهم شيء بهذه الأركان إذا قمنا بالحد الأدنى إذن نحن وضعنا قدما على هذا الطريق إحنا منقول ولو بالحد الأدنى بالواجبات خلينا شوي نؤجل الحديث عن بعض اللي هي الأمور الطوعية والأمور التي تزيدنا لكن خلينا نلتزم بالواجبات نبتعد عن المحرمات ننتبه إلى الكبائر هذه الكبائر هي التي تعيق الطريق أمام الهداية وهذه اللي دائما بتكون أمام الواحد وبتخليه يبتعد عن طريق الله عز وجل إذن أهم شيء إذا عرفنا هذه النقطة بتكون المسألة الأخرى اللي هي عدم التردد والإقدام والعزم وعدم التسويف وعدم التأجيل يعني إذا جاءتك الفرصة ووجدت النشاط ووجدت الإرادة على الطاعة افعل مباشر دون تردد الآن إجتك فرصة مثلا رمضان بدأ شعرت في نفسك نشاط وحيوية وفي هناك نفحات تحثك على الطاعة ابدأ دون تردد ابدأ دون تفكير الخير لا يحتاج إلى تفكير الطاعات لا تحتاج إلى تفكير قيامك بأركان هذا الدين لا تحتاج إلى تفكير لا تفكر بشيء آخر لا تستحضر ما يمنعك عن فعل هذه الأمور لأنك إذا تأخرت ولو دقائق محدودة أو أيام سيبدأ هذا الذهن يشتغل بشواغل هذه الدنيا سيعيد إلى ذاكرتك وإلى ذاتك كثيرا من موانع الخير وفي أشياء نعرف أنه هذه النفس أمارة بالسوء وفي نوازع شر وفي شبهات وفي أيضا لدائذ كل هذه ستدفعك إلى ماذا إذا تأخرت إلى عدم الإقدام وإلى عدم البداية لكنك أجرب أخي الكريم وأختي الكريمة إذا التزمت ذلك ستجد نفسك تلقائيا لا تكتفي بالواجبات وترك المحرمات فقط بل ستتدرج من فضل إلى آخر ومن طاعة إلى أخرى ليش؟ لأن الطاعة تنشئ طاعة والطاعة تولد طاعة وأيضا تولد لديك طاقة إيجابية كبيرة بينما بالعكس المعصية تتلوها معصية والمعصية تولد معصية أخرى وترك المعصية أيضا يدعونا إلى ترك غيرها لأن المعاصي أحيانا تكون فيها لوازم وإلها صحبة وإلها أشياء مصاحبة لها فإذا تركناها تركنا لوازمها وما صاحبها والأهم من ذلك كله كذلك أن نعلم أن للطاعة لذة كما لأهل المعاصي بمعاصيهم إلهم لذتهم الخاصة أيضا للطاعة لذة وهذه الضلذة لا يعلمها إلا من جربها طبعا في فارق كبير ما بين لذة المعصية ولذة الطاعة الفعل عندما يفعله الواحد منا سواء بالمعصي ولو بالطاعة ترى في جهد وفي كلفة وقد يكون في تعب وفي نصب لكن كله بالنتيجة هذا سينقضي مهما كان الذي تفعله كل هذا التعب والنصب كله يذهب ولكن ماذا يبقى؟ يبقى الأثر وأكبر دليل على ذلك هذا إحنا اللي فيه نحن اليوم في أول شهر رمضان بعد هذا اليوم من الصيام وبجوز يكون في شوي الجوع وقليل من العطش لكن كل هذا الذي ربما عانيت منه طيلة النهار مع أذان المغرب مع أول شربة ماء مع أول حبة تمر تأكلها يذهب كل ذلك ويبقى أثرا بعد عين فهذه تجربة في الحياة خلينا أحنا نتعلم منها أيضا يا أخوان ويا أخواتنا من المعينات على الطريق إلى الله إما استمرارا وإما تقدما وإما ولوجا إليه اللي هو أن نتفكر كيف نتنقل بين العبادات بحسب وسعنا واتجاهات نفوسنا نحن عنده كل واحد له اتجاهات كل واحد له رغبات وسبحان الله الله هو الذي خلقنا وهو يعلم هذه النفوس وأنها هذه النفوس مخلوقة على التنقل وأنها نفوس ملولة لذلك روعية في العبادة التنوع فمنشوف في العبادة إشي منها عبادة جسدية في عبادة مالية في عبادة قولية بالقول منها ما هو قلبي وروحي منها ما هو عقلي عبادة التفكر مثلا منها المشترك بين هذه الأمور بين أمرين أو أكثر فأنت أين تجد نفسك في طريقك إلى الله فاذهب بها مباشرة شايف نفسك متحمسة للمال للإنفاق وللكذا العبادة المالية اذهب بهذا الاتجاه شايف نفسك في القضايا الروحية اذهب بهذا الاتجاه شايف نفسك والله أنك قادر على الصيام وعلى الأشياء الجسدية والصلاوة وإلى آخره اذهب بهذا الاتجاه فالطريق إلى الله واضحة بينة لكنها تحتاج لمن؟ لمن أرادم وعزم أمره على الفعل اللي ما عنده إرادة وما عنده عزم بيكون هذا ضعيف وهذا بيكون في عنده تناقض يدعي القوة لكنه في حقيقة نفسه ضعيف ليش؟ لأنه عندنا المتع هذه الإقبال عليها أو الإقبال على الطاعة في أنه قد يغلب العقل وقد تغلب العاطفة فإذا غلب عقلك عاطفتك فأنت بتكون قوي أما إذا العاطفة غلبت القلب في مثل هذه الأمور فبتقول أنت ضعيف طبعا هذا الذي نتحدث له فيه شيء من الأساسيات وأيضا فيه شيء من الفرعيات المهم أن تعلم أن في الشريعة خيارات كثيرة متنوعة ومتعددة وكلها توصل إلى ماذا؟ توصل إلى الطريق إلى الله عز وجل لأن الله خلقنا وهو أعلم بنفوسنا منا وقد راعى تنوعنا في مثل هذه الأشياء طبعا أيضا يا إخوانا لا نغفل أن النفس في لحظة من اللحظات تحتاج إلى الروحانيات تحتاج إلى قليل من الروحانيات وكثير منها في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نتفكر في الله عز وجل نحتاج إلى الذكر نحتاج إلى الدعاء نحتاج إلى الأذكار الراتبة نحتاج إلى التوكل القلبي نحتاج إلى التوجه إلى الله عز وجل والذي يسعفنا ويعيننا في ذلك كله وصية نوص نفسي وإياكم بها رضى الآباء والأمهات رضى الآباء والأمهات هذا من أكثر الأشياء التي تدعم وصولك إلى الطريق إلى الله عز وجل ليش؟ لأنه إذا أرضيتهم دعواتهم هذه في الليل والنهار هي التي تسعفك أن تبقى على الطريق الصحيح أيضاً معونة الآخرين في أن هؤلاء الذين يحتاجون الغوث ويحتاجون الإعانة سواء بكلمة بمال بمساعدة أي أن كانت هؤلاء إذا أغثتهم وأعنتهم ستتلقى دعواتهم وهذه الدعوات في الغالب ستثمر إن شاء الله في أن تحافظ على هذا المسار ثم يا أخي ويا أختي الكريمة الإنسان إذا كان يبحث عن الطريق الصحيح طريقه إلى الله كيف يرجع ويأوب على الأقل إنه إذا كان في عنده تجربة سيئة ألا ينقل هذه التجربة إلى أولاده لا تورثوا تجاربكم السيئة خلينا نقطع سلسلة التوريث لهذه التجارب السيئة في هذه الحياة الله عز وجل ما في بينه وبينه لا واسطة ولا وسيط الله قريب من عباده يقبلهم ويحبهم يريد لهم النجاء يريد لهم الخير يريد لهم دائما المعروف لكن بدنا بإسقرار منه خلي الوحد يكون عنده قرار يكون عنده توجه ثم ستجد أن الله عز وجل يعينك على الخير ولا ننسى الفرص في فرص وفي مناسبات بتمر معنا في لله في أيام دهره نفحات خلينا نستغل هذه الفرص أينما وجدت حتى نستطيع أن نكمل طريقنا إلى الله عز وجل إذن أيضا من الأشياء اللي بدنا ننبه عليها إيانا والانتقال المفاجئ للتشدد والتنطع في واحد يكون بعيد كثير عن الطريق لكن فجأة يريد أن يفعل كل شيء هذا نحذره إياك من الانتقال المفاجئ للتشدد أو التنطع ابتعد عن شدائد الأمور هذه قد لا تطيقها قد تقطع عليك الطريق في منتصفه القاعدة ما هي؟ تدرج في الأمور شيئا فشيئا طبعا كما قلنا الأشياء الأساسية قم بها دفعة واحدة لكن إذا أردت الزيادة والزيادة لا تدرج وتدرج ثم تدرج وإياك وتلبيس إبليس وإياك والوساوس وانتبه من المكائد فإن حبائل الشيطان كثيرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسيرون في طريقه ويدعون إلى السير في طريقه بقي لنا أن نودعكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله وكل عام وإلى لقاء آخر من خلال المنزل وإلى لقاء آخر وإلى لقاء آخر وإلى لقاء آخر اشتركوا في القناة